وكانت احتفالية رائعة النهاردة فيفا أصدر حكمه في قضية الزمالك وكهرباء الحكم كان فيه عدة بنود أول بند يجب على محمود عبد منعام سليمان دفع 2 مليون دولار لصاحب الدعوة الزمالك لخارق بنود تعقده بدون سبب بجانب فائدة 5% على المبلغ الذي تم تحديده في 6 يناير 2020 حتى تاريخ الدفع المالية البند الثاني نادي أفيش أيضاً اللي هو النادي اللي منتسب ليه كهرباء ضمن الغرامة ورحظه نادي أفيش هو اللي ضمن الغرامة مش النادي الأهلي ومسؤول بشدة عن الغرامة المذكورة سلفاً نمرة ثلاثة يجب إبلاغ صاحب الدعوة المدعي بشكل سريع بحساب البنك الذي يجب دفع الغرامة له على وجه السرعة أربعة يجب تقديم أدلة من كهرباء وأفيش على دفع المبلغ المالي في المدة المحددة طب نفترض أنه هو ما دفعش في المدة المحددة في حالة عدم الدفع المبلغ في المدة المحددة كغرامة في ظرف 45 يوم فسيتم تنبيه اللاعب قبل اتخاذ الإجراءات التالية إيه هي الإجراءات بقى؟ نمرة واحد حرمان اللاعب من اللاعب في المبارات الرسمية حتى دفع الغرامة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وسيتم رفع الإيقاف سريعاً بعد أن يتم دفع المبلغ نهائياً رفض أي ادعاءات أخرى هنا بقى مربط الفرس إيه هي الادعاءات الأخرى؟ دي اللي طالب بيها نادي الزمالك في شكوى ضد جهرباء وضد الأهلي نادي الزمالك كان عاوز إيه؟ كان طالب بتعويض 9 مليون دولار وتغريم الأهلي مالياً وحرمانه من القيد بحكم إيه؟ إنه متداخل لكن لكن فيفا كلامه كان واضح وقال إن موقف الأهلي ما التعاقد مع اللاعب سليم 100% ونادي الأهلي غير مدان 100% وقانوني وفقاً لللوايح وبالتالي أي حديث عن أي أمر آخر ده بيبقى مهاترات لأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة وبما يتفق مع اللوايح والقوانين ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب النادي الأهلي في هذا الملف وده أكبر رد على الاتهامات الباطلة التي وجهها نادي الزمالك في ذات الموضوع لأن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة رفض فيفا كل الشكاوى ضد الأهلي في هذا الملف وبذلك يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك إن سوابت الأهلي راسخة ولم ولن تتغير طبعاً ده شيء جيد وشيء مش جديد على النادي الأهلي وعمر ما النادي الأهلي كان بيستغنى عن لعيبته موقفش جنبها وطبعاً بمجرد ما اللاعب بيقدم استقناف على الحكم بيكون الحكم كآن لم يكن لحين إصدار الحكم النهائي من المحكمة الرياضية عايز أتكلم معاكو بقى في حاجة مهمة جداً الموضوع المصاري اليومين دولاً